بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل ما علمتناه حجةً لنا لا حجةً علينا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يوصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد فلازلنا نقرأ في كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف أبي عبد الله التلمسان رحمه الله تعالى رحمةً واسعة وبعد أن فرغ من الكلام على طرق معرفة النسخ والطرق التي لا يعرف بها أو لا تدل على النسخ شرع يتكلم على مسألة مشهورة عند العلماء وهي النسخ بالقياس فقال وهذه المسألة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله وهذه المسألة أعني مسألة تخليل الخمر مما يتعلق بالنظر في جواز النسخ بالقياس وفي ذلك خلاف ومثال ذلك احتجاج أصحابنا أن أسآر السباع طاهرة بما رواه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها فيقول أصحاب أبي حنيفة إنما كان ذلك حين كانت السباع حلالا فلما نسخت إباحة السباع نسخت طهارة أسآرها فكأنهم قاسوا نسخ أحد الحكمين على نسخ الآخر بناء على اتحادهما في العلة فلما زال أحد الحكمين زال اعتبار علته ولزم من ذلك زوال الحكم الآخر ونحن نقول لا يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر لأن الوصف الواحد يجوز أن يكون علة لحكمين من جهتين فلا يلزم من رفع اعتباره من أحد الجهتين رفع اعتباره من أحد الجهتين رفع اعتباره من الجهة الأخرى فيتعلق بما نحن فيه إذا كان الدليل أو الخبر يتضمن حكمين تقدم معنا أن النسخ إنما يكون بخطاب فلا يكون بغيره كقول الصحابي أو العقل أو ما ليس خطابا وهذه المسألة وهي مسألة النسخ بالقياس وقع فيها خلاف بين الأصوليين هل يصح أن ينسخ بالقياس أو لا يصح وقبل أن نأتي لبيان ما اختلف فيه الأصوليون فيها لا بد من تصوير النسخ بالقياس وصورة هذه المسألة هي أن يثبت الشارع حكما بدليل من القرآن أو من السنة ثم يقاس على هذا الحكم حكم آخر لأنه ما اجتمع في العلة فينسخ الشارع الأصل المقيس عليه فهل يكون نسخ الأصل المقيس عليه فهل يصح أن ينسخ الفرع المقيس بناء على نسخ الأصل المقيس عليه أو أنه لا يصح ويضاح ذلك بالمثال أن الشارع حرم الربا في البر كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير الحديث وعلة تحريم الربا في البر وقع فيها خلاف طويل بين الفقهاء فمنهم من قال هي الطعم كما تقول المالكية ومنهم من قال هي القوت كما تقول الشافعية ومنهم من قال هي الكيل والوزن كما تقول الحنفية والحنابلة وذلك لأن هذه العلة ليست منصوصة وإنما اجتهد العلماء في التعرف عليها فيقاس على ذلك على كل المذاهب الأرز لأن الأرز مكيل ولأنه أيضا مطعوم ولأنه قوت فلو فرضنا لو فرضنا أن الشارع نسخ تحريم الربا في البر أو قبل هذا فلما قيس الأرز على البر وعرفنا علة القياس فنسخ الشارع لو فرضنا أن الشارع نسخ الربا في البر فهل يصح أن ينسخ الربا في الأرز قياسا على نسخ الربا في البر أو أنه لا يصح هذه هي صورة المسألة فمثلا الشارع حرم الربا في البر لألعلة المذكورة المذكورة والتي وقع فيها الخلاف بين العلماء فعلى مذهب الحنابلة مثلا العلة هي الكيل فيقاس على ذلك تحريم الربا في الأرز وذلك لاجتما وذلك لاجتماعهما في العلة وهي الكيل فلو فرضنا أن الشارع حرم الربا في البر فهل يصح أن يقاس على ذلك تحريم الربا في الأرز أو لا يصح وهذا مثال فرضي لتوضيح المسألة وسيأتي أمثلة واقعية في كلام المصنف رحمه الله إذا تقرر هذا وعرفنا صورة النسخ بالقياس فهل يصح أن ينسخ بالقياس أو لا يصح وقع في هذا خلاف بين الأصوليين على ثلاثة أقوال القول الأول أنه لا يصح النسخ بالقياس وذلك لأن النسخ إنما يكون بخطاب والقياس هل هو خطاب القياس ليس خطابا فلا يصح به النسخ ولأنه لو كان المنسوخ نصا فإن القياس لا يقدم على النص بل يكون قياسا فاسدا الاعتبار كما سيأتينا إن شاء الله في الأسئلة الواردة على القياس وهذا القول كما عرفنا هو الذي عليه جمهور العلماء وهو أنه لا يصح النسخ بالقياس القول الثاني عكسه وهو أنه يصح النسخ به وذلك لأن القياس يصح التخصيص به وما دام أنه يصح التخصيص به فإنه يصح النسخ به والقول الثالث هو التفصيل في المسألة وهو أن القياس إذا كانت علته منصوصة فإنه يصح النسخ به أما إذا كانت علته مستنبطة فلا يصح النسخ به وهذا القول اختاره بعض أهل العلم كموفق الدين ابن قدامة والذي قبله اختاره تاج الدين ابن السبكي و نحن عرفنا أن دليل ابن السبكي هو أن النسخ هو أن القياس يصح التخصيص به فيصح النسخ به لكن يجاب على هذا بأن هذا قياس للنسخ على التخصيص والمقيص عليه لا بد أن يكون متفقا عليه فلا يصح أن يكون المقيص عليه مختلفا فيه ومسألة التخصيص بالقياس ليست متفقا عليها وإنما فيها خلاف قوي بين العلماء وعما القول الثالث وهو التفصيل أو التفريق بين القياس الذي علته منصوصة والقياس الذي علته مستنبطة فما أخذ هذا القول أن القياس الذي علته منصوصة العلة المنصوصة فيه بمنزلة النص فيصح أن ينسخ به بخلاف القياس الذي علته مستنبطة والذي عليه جمهور العلماء أن القياس لا يصح أن ينسخ به ولا لا سي ما أن القياس قد يقع فيه الخطأ كثيرا إما في معرفة الأصل وإما في معرفة العلة وإما في تحقيق مناط العلة وإما في وجود مانع يمنع من صحة القياس فإذا قيل بأن القياس يصح النسخ به فربما أدى ذلك إلى إلغاء النصوص بدعوى أنها منسوخة بالقياس وهذا أمر خطير يترتب عليه لأن يذهب إلى نسخ النصوص من غير دليل يدل على ذلك والمصنف رحمه الله يقول وهذه المسألة أعني مسألة تخليل الخمر قوله أعني هذا تفسير للكلام الذي قبله واحتاج لهذا التفسير لأنه ذكر قبل هذه المسألة عددا من المسائل فاحتاج أن يعين المسألة التي هي محل الكلام مما يتعلق بالنظر في جواز النسخ بالقياس في جواز النسخ بالقياس سواء كان النسخ بالقياس لقياس آخر أم كان لدليل آخر ليس قياسا فقولهم النسخ بالقياس يعني النسخ بالقياس لدليل سواء كان هذا الدليل قياسا أم كان غيره من الأدلة قال وفي ذلك خلاف هذا فيه إشارة إلى خلاف الأصوليين السابق ونحن تقدم معنا أن منهج المصنف رحمه الله في هذا الكتاب أنه يشير للخلاف أحياناً ويبهمه وأحياناً يذكره على وجه الاختصار لأن مقصوده من تأليف هذا الكتاب ليس حكاية الأقاويل الأصولية والاستدلال لها والترجيح بينها وإنما هدفه هو بناء الفروع على الأصول فأشار هنا إلى أن المسألة فيها خلاف وهذا نستفيد منه فائدة وهي أن المسألة التي هي محل الكلام ليست محل إجماع عند العلماء وأبهم المصنف رحمه الله هذا الخلاف لأن محل ذكره هو كتب أصول الفقه يقول مما يتعلق بالنظر في جواز النسخ بالقياس هذه المسألة وهي مسألة تخليل الخمر وقد يقول قائل ما وجه تعلق هذه المسألة وهي مسألة تخليل الخمر بالنسخ بالقياس والجواب على ذلك هو أن الشارع حرم الانتباد حرم النبيذ فقال كنت نهيتكم عن النبيذ فحرم في أول الأمر النبيذ والعلة في ذلك هي الإسكار فيقاس على ذلك تحريم تخليل الخمر لأن تخليل الخمر يترتب عليه إمساكها وإمساكها مدعاة لشربها وحصول الإسكار فيقاس على ذلك تخليل الخمر ثم إن الشارع نسخ الانتباد كما في قوله كنت نهيتكم عن النبيذ فانتبذوا فأباح الانتباد فهل يقاس على ذلك إباحة تخليل الخمر أو لا يقاس هذا هو وجه تعلق هذه المسألة بمسألة النسخ بالقياس فالله سبحانه وتعالى حرم في أول الأمر النبيذ وهذا التحريم معقول العلة وهي الإسكار فيقاس على ذلك تخليل الخمر لأنه مدعاة للإسكار ثم إن الشارع نسخ تحريم النبيذ تحريم الانتباد فهل يقاس على ذلك تخليل الخمر فيقال بأن تخليل الخمر مباح لأن الله سبحانه وتعالى أباح الانتباد أو لا يقال ذلك هذا هو وجه تعلق هذه المسألة بمسألة النسخ بالقياس ثم إن المصنف رحمه الله مثل لأن نسخ بالقياس بمثال وفرع عليه خلاف الفقهة فقال ومثال ذلك الإشارة في قوله ذلك راجعة إلى أي شيء راجعة إلى النسخ بالقياس احتجاج أصحابنا على أن أسآر السباع طاهرة بما رواه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أن يتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها هذه هي مسألة أسآر السباع هل هي طاهرة أو نجسة والأسآر جمع سؤر وهو بقية ما يشرب السبع من الإناء فإذا شرب من الإناء وبقي في الإناء بقية من الشراب فإن هذا يسمى سؤراً ويجمع على أسآر فهل أسآر السباع كالنمر والذئب والصقر ونحوها لطاهرة أو نجسة وقع في هذا خلاف بين الفقهاء على قولين القول الأول أن أسآر السباع طاهرة وهذا هو مذهب المالكية والشافعية وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله في قوله احتجاج أصحابنا أي المالكية وفاقاً للشافعية على أن أسآر السباع طاهرة بما رواه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ تَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرِ يعني بما أبقت من شرابها قال نعم يعني نعم يُتَوَضَّأُ بِذَالِكَ وهذا يقتضي أن سُؤر الحمار طاهر ثم زاد فقال وبما أفضلت السباع كلها يعني ويتوضَّأُ بما أفضلت السباع كلها فيلزم من ذلك أن يكون سُؤر للسباع طاهراً لأنه لو كان نجساً لم يصحَّ التوضُّ به القول الثاني أن أسآر السباع نجسة وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة واستدلُّ على ذلك بحديث القلتين الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الماء وما يرِد عليه من السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فمنطوق هذا الحديث أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه يكون طاهراً سواء ولغت فيه السباع أم لم تلغ فيه ومفهومه المخالف أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث وإذا كان يحمل الخبث فإن هذا يدلُّ على أن أسآر السباع طاهرة أو نجسة على أنها نجسة فالحنفية والحنابلة يذهبون إلى أن أسآر السباع نجسة وكيف يُجيبون عن الحديث الذي استدلَّ به المالكية والشافعية في قوله وبما أفضلت السباع كلها أجابوا عن هذا الحديث من عدة طرق منها تضعيف الحديث لأن فيه داود بن الحُسين وهو ضعيف والضعيف لا يُحتجُّ به ومنها الجواب الذي ذكره المُصنِّف رحمه الله وهو الذي يتعلَّق بمسألة النسخ بالقياس في قوله فيقول أصحاب أبي حنيفة يعني والحنابلة إنما كان ذلك هذا الجواب مُفرَّعٌ على ماذا؟ مُفرَّعٌ على تسليم صحة الحديث أما إذا قيل إن الحديث لا يصح فإنه لا يُحتجُ به ولا يُبنى عليه الجواب لكن هذا الجواب مُفرَّعٌ على أن الحديث صحيح فيقول فيقول أصحاب أبي حنيفة إنما كان ذلك يعني كان إباحة سُؤر السِّباع إنما كان ذلك حين كانت السِّباع حلالًا يعني حين كان أكلها حلالًا وإذا كان أكلها حلالًا فيكون سُؤرها كذلك يقول إنما كان ذلك يعني إباحة سُؤر السِّباع حين كانت السِّباع حلالًا يعني عندما كان لأكلها حلالًا وإذا كان أكلها حلالًا فإن سُؤرها يكون طاهرًا ثم نُسِخَ ذلك نُسِخَ لإباحة أكل السِّباع وصار حرامًا فلما نُسِخَ إباحة أكل السِّباع تبع من ذلك نسخُ ماذا؟ نسخُ طهارتها قياسًا لنسخِ الطَّهارة على نسخِ الأكل على نسخِ إباحة الأكل فيقول فلما نُسِخَت إباحة السِّباع يعني إباحة أكل السِّباع بقوله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل السِّباع وهذا يدل على تحريم الأكلها فلما نُسِخَت إباحة السِّباع يعني إباحة أكل السِّباع نُسِخَت طهارة أسآرها نُسِخَت طهارة أسآرها قياسًا على نسخِ إباحة أكلها فالنسخ هنا حصل بالقياس فإذن المُصنِّف رحمه الله يقول الحنفية يقولون السِّباع كان أكلها مُباحًا فيقاس على ذلك طهارة سُؤرها ثمَّ نُسِخَ إباحة أكلها وصار حرامًا فيقاس على ذلك سُؤرها فيكون نَجِسًا فلما حرَّم الشَّارِع أكلها صار سُؤرها نَجِسًا نَجِسًا بِالْقِيَاسِ على تَحْرِيمِ الْأَكِلِ وإذا عرفنا الجواب الذي ذكره المُصنِّف رحمه الله فأُشير هنا إلى أن مذهب الحنفية في مسألة النسخ بالقياس القياس يوافق مذهب الجمهور وهو أن النسخ بالقياس لا يصح والجواب الذي ذكره المُصنِّف رحمه الله هنا عن الحنفية قد يُفهم منه أن الحنفية يرون جواز النسخ بالقياس مع أن مذهبهم الذي قرَّروه في كتبهم الوصولية أن النسخ بالقياس لا يصح فلعل المُصنِّف رحمه الله ذكر ذلك من باب الجدل فحسب وإلا فإن الحنفية لا يُجيبون بمثل هذا الجواب لأنهم لا يرون جواز النسخ بالقياس ويدل على هذا عبارة المُصنِّف بعد ذلك في قوله وانظر إلى عبارته قال فَكَأَنَّهُمْ فهذا الأسلوب فيه جزم أو ليس فيه جزم ليس فيه جزم بأن الحنفية قالوا أعجابوا بهذا الجواب بناءً على العمل بالنسخ بالقياس يقول فَكَأَنَّهُمْ قَاسُوا نَسْخَ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ قَاسُوا نَسْخَ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ المرادُ بالحُكم هنا المنسوخ ما هو قاسُوا نَسْخَ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ وَهُوَ طَهَارَةُ سُؤْرِ السِّبَاعِ على نسخ الآخر يعني على نسخ الحكم الآخر وهو إباحة أكل لحوم السِّباع بناءً على اتحاده ما فيه ألا العلة وهي ألا النجاسة فلما زال أحد الحكمين وهو الأصل المقيس عليه زال أحد الحكمين وهو إباحة أكل لحوم السِّباع زال اعتبار علته فلما ألغي الحكم الذي هو إباحة أكل لحوم السِّباع زال اعتبار علته يعني ألغيت علته وصارت ليست معتبرة لماذا صارت ليست معتبرة؟ لأن الحكم تخلف عنها والعلَّة لا يتخلف عنها الحكم فإذا تخلف عنها دل ذلك على فسادها عند أكثر علماء الوصول والمسألة فيها تفصيل سيأتينا إن شاء الله في كلام المصنِّف على القياس لكن مقصوده هنا في قوله زال اعتبار علته يعني صارت العلة ملغاه لماذا صارت ملغاه؟ لأن الحكم تخلف عنها فإذا تخلف الحكم عن العلَّة فإذا تخلف الحكم عن العلَّة دل ذلك على أنها ليست صحيحة قال زال اعتبار علته ولزم من ذلك زوال الحكم الآخر الآخر المقيس وهو ماذا؟ وهو طهارة سؤر السباع لأن العلَّة التي جمع بينه وبين الأصل صارت ملغاةً وإذا صارت ملغاه فإن القياس لا يكون صحيحاً فيقول لما نُسِخت إباحة السباع نُسِخت طهارة أسآرها يعني قياساً عليها فكأنهم ونحن عرفنا أن هذا الأسلوب ليس فيه جزم وعرفنا أن مذهب الحنفية لأنه لا يصح النسخ بالقياس وفاقاً لجمهور العلماء فلعل المصنف رحمه الله ذكر هذا من باب الجدل وتدريب طالب العلم على النظر في المسائل الفقهية فكأنهم قاسوا نسخ أحد الحكمين وقد عرفنا المراد به وأنه أسآر السباع على نسخ الآخر وهو الأكل أكل لحوم السباع بناءً على اتحاده ما في العلة فلما زال أحد الحكمين وهو الأصل المقيس عليه زال اعتبار علته لأن الحكم تخلف عنها ولزم من ذلك زوال الحكم الآخر لأنه تبع له فإذا زال الأصل زال الفرع ثم قال ونحن نقول يعني نحن نقول الجواب عما ذكره الحنفية فيما نقله المصنف رحمه الله عنهم قال نحن نقول لا يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر يعني ليس هناك تلازم بين نسخ الحكمين فلا يلزم من نسخ الأصل المقيس عليه نسخ الفرع المقيس لأن الوصف الواحد يعني الذي جمع به بين الفرع والأصل يجوز أن يكون علة لحكمين من جهتين يعني لأن القاعدة أنه يجوز أن يعلل حكمان فأكثر بعلة واحدة فيقول لأن الوصف الواحد يعني لأن العلة الواحدة يجوز أن يكون علة لحكمين فمثلا الحدث الوصف يمنع من الصلاة وهذا حكم ويمنع من الطواف وهذا حكم آخر ويمنع من مس المصحف من غير الحائل يقول الوصف الواحد يجوز أن يكون علة لحكمين من جهتين يعني من جهتين مختلفتين والمثال السابق فيه جهتان جهة الأكل وجهة الطهارة فلا يلزم من رفع اعتباره يعني لا يلزم من رفع اعتبار هذا الوصف وإلغائه من إحدى الجهتين رفع اعتباره من الجهة الأخرى وذلك لأنه ليس بينهما تلازم بل الجهة بينهما منفكة فلا تلازم بينهما فالمصنف رحمه الله يعتمد في الجواب هنا على قاعدة وهي أنه يجوز أن يعلل حكماني فأكثر بعلة واحدة ولا يلزم من نسخ لأحد هذه الأحكام نسخ غيره من الأحكام لأنه ليس بينها ليس بينها تلازم هذا هو حاصل جواب المصنف رحمه الله فيقول يصح أن يكون هناك علة يترتب عليها عدد من الأحكام فإذا نسخ أحد هذه الأحكام لم يلزم من ذلك نسخ بقية الأحكام لأنه ليس بينها تلازم ولما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على هذه المسألة انتقل للكلام على مسألة أخرى لها لا علاقة بها وقبل أن نخرج من المسألة السابقة نحن عرفنا أن الذي عليه جمهور العلماء أن النسخ بالقياس لا يصح وإنما يكون النسخ بالخطاب فقط من القرآن أو من السنة بل حتى الإجماع لا يصح النسخ به وإذا قال العلماء هذا منسوخ بالإجماع فمقصودهم بمستند الإجماع مقصودهم أن الإجماع متضمن للناسخ وليس هو لما فرغ من هذه المسألة انتقل للكلام على لمسألة أخرى فقال نعم والتحقيق فيه نعم فإن قلت ما دم أن جمهور العلماء يذهبون إلى عدم صحة النسخ بالقياس فلماذا ذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة والجواب على ذلك أنه ذكرها لتدريب طالب العلم على النظر والتأمل في المسائل ومعرفة مآخذ الأحكام وهذا مقصود من تأليف هذا الكتاب وليس المقصود الترجيح بين المسائل في الأصول أو في الفروع وإنما المقصود تمرين ذهن طالب العلم على كيفية النظر الصحيح نعم قال رحمه الله والتحقيق فيه أنه إن كان أحد الحكمين لارتباط بينه وبين نعم قال فيتعلق بما نحن فيه فيتعلق بما نحن فيه إذا كان الدليل أو الخبر يتضمن حكمين فهل يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر أو لا والتحقيق فيه أنه إن كان أحد الحكمين لا ارتباط بينه وبين الآخر إلا من حيث اجتمل عليهما نص واحد من كتاب أو سنة فإنه لا يلزم من رفع أحدهما رفع الآخر ومثاله احتجاج أصحابنا على أن بيع الكلب حرام بقوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث فيقول المخالف قد نسخ خبث كسب الحجام بحديث أبي طيبة أبي طيبة أبي طيبة أنه حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجرتها فإذا نسخ خبث خبث كسب الحجام نسخ خبث ثمن الكلب فهذا وأمثاله ضعيف وأما إن كان بين الحكمين ارتباط وتلازم فإنه يلزم من رفع أحد الحكمين رفع الآخر ومثاله ما إذا ادعينا حد شارب النبيذ بالقياس على الخمر أو غيره فتقول الحنفية قد نسخ الحد عنه بقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الانتباد فانتبذوا فلما نسخ التحريم فيه لازم نسخ وجوب الحد على شاربه كذلك ما في معنى هذا المثال كما إذا ادعينا جرحة الشاهد بفعل من الأفعال فيقول قد نسخ تحريم ذلك الفعل فيلزم نسخ التجريح به نعم لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على مسألة النسخ بالقياس تكلم على مسألة أخرى لها بها علاقة فقال فيتعلق بما نحن فيه يعني بمسألة النسخ بالقياس إذا كان الدليل أو الخبر إذا كان الدليل يعني سواء كان دليلا نقليا أم كان دليلا عقليا أو الخبر الخبر دليل النقلي يدخل في عموم الدليل إذا كان الدليل أو الخبر هذا من باب عطف الخاص على العام يتضمن حكمين فهل يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر أو لا هذه المسألة لها علاقة بالجواب الذي ذكره المصنف رحمه الله لعما نقله عن الحنفية فقد ذكر أن العلة قد تقتضي حكمين فأكثر فإذا نسخ أحد هذه الأحكام لم يلزم من ذلك نسخ غيره من الأحكام فيتعلق باللزوم وعدمه مسألة وهي المسألة التي ذكرها وهي إذا كان الدليل يتضمن حكمين فنسخ أحد هذين الحكمين فهل يلزم من ذلك نسخ غيره من الأحكام والفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها أن المسألة التي قبلها تتعلق بالعلة وهذه المسألة تتعلق بالدليل فالمسألة التي قبلها أن العلة إذا كانت تقتضي حكمين فأكثر فنسخ أحد هذه الأحكام فهل يلزم من ذلك نسخ غيره من الأحكام يقول لا يلزم فكذا هنا إذا كان الدليل يدل على حكمين فأكثر فنسخ أحد هذه الأحكام فهل يلزم من ذلك نسخ بقية الأحكام أو لا يلزم فالمسألتان متشابهتان في ماذا في اللزوم وعدمه مختلفتان في محل اللزوم هل هو العلة كما في المسألة الأولى أو الدليل كما في المسألة الثانية فهذا وجه قوله ماذا فيتعلق بما نحن فيه قال إذا كان الدليل أو الخبر يتضمن حكمين فهل يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر أو لا ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فهذه الآية كم فيها حكم فيها ثلاثة أحكام الحكم الأول وجوب العفو في قوله خذ العفو والثاني وجوب اعتبار العرف وأمر بالعرف والحكم الثالث وجوب الإعراض عن الجاهلين في قوله وأعرض عن الجاهلين فنسخ الحكم الأول ونسخ الحكم الأخير فهل يلزم من ذلك نسخ الحكم الثاني في الآية أو لا يلزم لا يلزم من ذلك لم يلزم من نسخ الأخذ بالعفو والإعراض عن الجاهلين نسخ العمل بالعرف يقول والتحقيق فيه يعني التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل والعلماء إذا قالوا التحقيق كذا فيقصدون به أحد أمرين الأمر الأول ذكر المسألة بأدلتها فهذا يسمونه تحقيقا والعمر الثاني ذكر المسألة على الوجه الحق فهذا يسمونه فقول المصنف رحمه الله التحقيق فيه يريد به المعنى الثاني وهو ذكر المسألة على الوجه الحق وهو التفصيل الذي سيذكره وذكر لأن الحكمين لا يخلوان من حالين الحال الأولى أن يكون بينهما ارتباط الحال الأولى أن لا يكون بينهما ارتباط والحال الثانية أن يكون بينهما ارتباط وقوله ارتباط يعني تلازم فإن لم يكن بينهما ارتباط فلا يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر أما إن كان بينهما ارتباط فيلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر هذا هو حاصل التحقيق الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو أن الحكمين أو الأحكام إن كان ليس بينها ارتباط فلا يلزم من نسخ بعضها نسخ غيره أما إن كان بينها ارتباط فيلزم من نسخ بعضها نسخ لغيره يقول والتحقيق فيه أنه إن كان أحد الحكمين لارتباط بينه وبين الآخر هذه الصورة الأولى إلا من حيث اجتمل عليهما نص واحد من كتاب أو سنة يعني ليس بينهما ارتباط إلا من جهة أنهما وردا في نص واحد فإنه لا يلزم من رفع أحدهما رفع الآخر لأنه ليس بينهما الارتباط ثم فرع على ذلك مسألة فقال ومثاله احتجاج أصحابنا على أن بيع الكلب حرام هذه هي مسألة بيع الكلب وقد اختلف فيها الفقهاء على قولين الأول أن بيع الكلب حرام وهذا هو مذهب جمهور العلماء وقد ذكروا في قوله احتجاج أصحابنا يعني المالكية وفاقا لجمهور العلماء من الشافعية والحنابلة على أن بيع الكلب حرام بقوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث فقوله قوله خبيث قالوا يدل على تحريم ثمن الكلب وتحريم كسب الحجام القول الثاني في المسألة أن بيع الكلب ليس حراما وهذا هو مذهب الحنفية واحتجوا واحتجوا على ذلك بحديث أبي طيبة رضي الله عنه أنه حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه نعم نقول الحنفية يقولون بيع الكلب يجوز واستدل على ذلك بأنه ذو روح بأنه له روح فيجوز بيعه كبيع الحمار وبيع المملوك ونحوه ماء وأما الحديث الذي استدل به الجمهور فكيف يجيبون عنه يجيبون عنه بأن هذا الحديث ورد فيه حكمان الحكم الأول هو أن كسب الحجام خبيث والحكم الثاني هو أن ثمن الكلب خبيث وقد نسخ الحكم الأول بحديث أبي طيبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم أو أنه حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجرته فهذا يدل على أن كسب الحجام خبيثا أو ليس خبيثا يدل على أنه ليس خبيثا ولو كان خبيثا ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرته فنسخ فنسخ الحكم الأول قال فيلزم من ذلك نسخ الحكم الثاني وهو أن ثمن الكلب خبيث وإذا كان وإذا نسخ الحكم الثاني وهو أن ثمن الكلب خبيث فإن بيع الكلب يكون جائزا يقول المصنف رحمه الله فيقول المخالف المخالف هنا هم الحنفية قد نسخ خبث كسب الحجام بحديث أبي طيبة أنه حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجرته فإذا نسخ خبث كسب الحجام نسخ خبث ثمن الكلب لأنهما مذكوران في خبر واحد في دليل واحد فيقول المصنف رحمه الله فهذا وأمثاله ضعيف يعني هذا الجواب وأمثاله من الأجوبة ضعيف لماذا هو ضعيف لأنه لا ارتباط لأحد الحكمين بالآخر بل هما من 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 لأن أحدهما يتعلق بشيء والآخر يتعلق بشيء آخر الحال الثانية إذا كان بينهما ارتباط فيلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر يقول وأما إن كان بين الحكمين ارتباط وتلازم فإنه يلزم من رفع أحد الحكمين رفع الآخر لأنهما ليس منفكين عن بعض وفرع على ذلك المسألة فقال ومثاله ما ادعينا حد شارب النبيذ بالقياس على الخمر أو غيره النبيذ هو ما يلقى في الماء من تمر أو عنب أو نحو ذلك حتى يحلو وتذهب ملوحته فيسمى هذا نبيذا فيقول إذا ادعينا حد شارب النبيذ بالقياس على الخمر أو غيره هذه مسألة شارب النبيذ هل يقام عليه الحد أو لا يقام يقول المصنف رحمه الله يقام عليه الحد قياسا على شارب الخمر فيقول الحنفية قد نسخ الحد عنه بقوله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا فلما نسخ التحريم فلما نسخ التحريم فيه يعني في شرب النبيذ لازم نسخ وجوب الحد كذلك لازم نسخ وجوب الحد على شاربه فالحنفية يقولون شارب النبيذ يتعلق به حكما الحكم الأول حكم شرب النبيذ وهذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في أول الأمر والحكم الثاني الجلب وقد نسخ الحكم الأول وهو تحريم شرب النبيذ فيلزم من ذلك نسخ الحكم الثاني وهو ثبوت ألا الجلب يقول ومثاله يعني مثال الحكمين الذين بينهما ارتباط وتلازم ما إذا ادعينا حد شارب النبيذ بالقياس على الخمر أو غيره من المسكرات الخمر المقصود به عصير العنب خاصة فإن أكثر الفقهاء يطلقون الخمر على عصير العنب وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخمر في لسان الشرع يطلق على كل ما أسكر سواء أكان عصير عنب أم كان عصير تمر أم عصير زبيب أم عصير تفاح أم غير ذلك مما يحصل به الإسكار فإنه خمر ويكون مرادا بآيات تحريم الخمر وأحاديث تحريمه ويدل على هذا أن الخمر الذي كان في المدينة عند نزول تحريم الخمر لم يكن خمر العنب وإنما كان خمر تمر فالخمر الذي كان عند أهل المدينة هو خمر التمر خاصة وليس خمر العنب مما يدل على أن الخمر لا يختص في لسان الشرع بعصير العنب أما أكثر الفقهاء فيرون أن الخمر يختص بعصير العنب ثم يلحقون به غيره إما بالقياس الشرعي وإما بالقياس اللغوي لكن شيخ الإسلام ابن تيمير رحمه الله يقول كل ما أسكر فهو داخل في آيات تحريم الخمر وأحاديث تحريم الخمر فقوله بالقياس على الخمر أو غيره ربما يفهم بعض الطلاب بالقياس على الخمر أو غير الخمر كالخبز والأرز ونحو ذلك ليس هذا مقصوده مقصوده بالخمر هنا عصير العنب خاصة أو غيره يعني من المسكرات كعصير التمر وعصير التفاح المسكر فتقول الحنفية قد نسخ الحد عنه بقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا فلما نسخ التحريم فيه يعني في الانتباذ لزم نسخ وجوب الحد على شاربه لماذا؟ لأنهما مرتبطان ببعض ولماذا هما مرتبطان ببعض لأنهما متعلقان بشيء واحد الحد والنبيذ متعلقان بشيء واحد بخلاف المثال السابق فأحدهما متعلق بكسب الحجام والآخر متعلق بثمن الكلب فكان مرتبطين هنا لأنهما متعلقان بشيء واحد قال وكذلك كل ما في معنى هذا المثال يعني كل ما يوافق هذا المثال في معنى فإنه مثل كما إذا ادعينا جرحة الشاهد يعني القدح في الشاهد بفعل من الأفعال يعني بالقياس على تحريم يعني بالقياس على جرحه بفعل من الأفعال فيقول المخالف قد نسخ تحريم ذلك الفعل فيلزم نسخ التجريح به لأنه إذا نسخ الأصل تبعه الفرع ثم لما تكلم في هذه المسألة والمسألة التي قبلها على اللزوم المسألة التي قبلها على لزوم العلة وهذه المسألة على لزوم على التلازم في العلة والتلازم في الدليل نبه تنبيها في غاية الأهمية وهو أن اللزوم ليس على درجة واحدة بل قد يكون لزومًا قطعيًا واضحًا وقد يكون لزومًا خفيًا مظنوناً ولأجل أنه خفي مظنون يقع فيه الخلاف بين العلماء لأن بعضهم قد يدرك اللزوم وبعضهم قد لا يدرك اللزوم وبعضهم قد يرى أن هذا اللزوم يمنعه المانع فتكلم هنا على أمرٍ مهم وهو أن اللزوم قد يكون مقطوعًا به ولهذا يسلم به كل العلماء ولا يقع فيه خلاف وقد يكون اللزوم مظنوناً خفيًا لا ينتبه له بعض الناس ومعرفة لوازم العلل أو لوازم الأدلة تعتبر معترك الأفهام بين العلماء كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فبعضهم يدرك اللازم وبعضهم قد لا يدركه وبعضهم يدرك لازم اللازم أو لازم لازم اللازم لما آتاه الله من دقة ذهن وما فتح الله سبحانه وتعالى به عليه من الفهم فإن الله يفتح على بعض عباده ما لا يفتح به على بعضهم الآخر فالمعرفة اللازم هذه مجالٌ عظيمٌ في فهم الأدلة والعلل وما يترتَّب عليها وهذا يقتضي أمراً مهماً وهو أن طالب العلم لا يستعجل في تخطئة العلماء عندما يذكرون بعض الأحكام بناءً على ما فهموه من الأدلة أو ما أدركوه من العلل لأنهم ربما أدركوا لازمًا لم يدركه هو ولم يبلغه فهمه لكن غيره من أهل العلم اللوازم التي أدركوها الأمر الثاني أن طالب العلم لا يستعجل في تقرير اللوازم لأنه قد لا يكون هناك لازمٌ صحيح وهو يظن أنه يترتَّب أنه يكون لازمًا فليس كل ما ينقدح في ذهن طالب العلم يكون لازمًا صحيحًا وقد يكون هذا اللازم صحيحًا لكن هناك ما يمنعه وهذا أمرٌ في غاية الأهمية ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له وقد قرر العلماء الأمرًا عظيمًا في الاستدلال ينبغي لك أن تنتبه له وهو أن الدليل مبنيٌ على اللزوم الدليل مبني على اللزوم ومعنى لذلك لأن الدليل حتى يكون دليلاً صحيحًا لا بد أن يلزم منه الحكم فإذا كان الحكم ليس لازمًا للدليل فإنه لا يكون دليلاً عليه ويعرف اللزوم إما من جهة الشرع وإما من جهة لغة العرب وإما من جهة العقل الصحيح المستنير بأدلة الشرع والكلام في هذا يعني كلامٌ عظيم وكلامٌ مهم يقول رحمه الله وقد يكون الاستلزام خفيًا أو مظنوناً فيقع الخلاف يعني يقع الخلاف بسبب ذلك لأنه لو كان واضحًا أو مقطوعًا به هل يقع الخلاف؟ لا يقع الخلاف كما إذا احتج الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم ثمن الكلب هذا ليس خاصًا بالشافع رحمه الله بل هو مذهب الجمهور كما عرفنا خلافًا للحنفية على تحريم ثمن الكلب بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب وهذا ثابتٌ في الصحيح والعلماء أحيانًا يقولون فيما هو صحيح روي كما نص على ذلك العراقي في التقييد والإضاح قال بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب وهذا يدل على وجوب القتل لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب قال وما وجب قتله فلا قيمة له معنى ذلك يقول يلزم من الأمر بقتل الكلاب أن لها قيمة أو ليست لها قيمة أنها ليست ليس لها قيمة طيب وهذا اللازم يلزم منه لازم آخر وهو أن ما لا قيمة له إذا أتلفه شخص لا يلزمه ضمانه فانظر إلى اللازم الأول وما ترتب عليه من اللازم الثاعني فيلزم من ذلك فيلزم من ذلك النتيجة التي يريد أن يصل لها وهي أنه لا يجوز ماذا؟ لا يجوز بيع الكلب فإذاً من أين أخذ الإمام الشافع رحمه الله عدم جواز بيع الكلب من حديث الأمر بقتل الكلاب؟ هل الأمر بقتل الكلاب فيه تعرض للبيع؟ ليس فيه تعرض للبيع لكنه أخذ ذلك بدقة نظره لأن الأمر بقتل الكلاب يلزم منه أن الكلاب ليس لها قيمة وإذا كان ليس لها قيمة فمن أتلفها فإنه لا يضمن ومعنى لا يضمن أنه لا ثمن للكلب وإذا كان لا ثمن له فإنه لا يصح بيعه وقد تقول لماذا هذا اللازم لازم خفي وهو عدم صحة البيع لأنه يتوسطه أكثر من مقدمة فاللازم الذي توصل له الشافعي عدم صحة البيع تقدم ذلك أن الكلب لما أمر بقتله لا قيمة له وهذه مقدمة مقدمة أخرى أنه إذا كان لا قيمة له فإنه لا ثمن له فينتج من ذلك اللازم الذي يريد أن يصل له وهو أنه لا يصح بيعه فلهذا كان لازما خفيا لأنه ليس مباشرا وإنما يتقدمه المقدمات قال فتقول الحنفية قد نسخ حكم قتل الكلاب فوجب بذلك القيمة على متلفه فإذا وجبت القيمة حل الثمن وإذا حل الثمن فإنه نعم يجوز البيع يقول المصنف فهذا استلزام خفي لماذا هو خفي؟ لأنه يتوسطه مقدمات خفي قال لأنه يقبل المنع يعني لأن اللزوم هنا يقبل المنع فقد يقول قائل لا أسلم هذا اللزوم بل أمنعه فلا أسلم فلا يلزم من نسخ قتل الكلاب أنه تجب القيمة على متلفه يقول لا أسلم أنه يلزم من نسخ الأمر بقتل الكلاب أنه تجب القيمة على متلفه هذا الأمر الأول الأمر الثاني قال مع أنه لا يلزم من وجوب القيمة على القاتل جواز البيع لا يلزم من وجوب القيمة على القاتل يعني لو فرضنا أن قاتل الكلب يجب عليه الضمان ويجب عليه القيمة فإنه لا يلزم من ذلك جواز البيع وهذا له نظائر منها أن الرهن إذا أتلفه المرتهن بتعد أو تفريط أو أتلفه غيره فإنه يجب عليه ضمانه أليس كذلك لكن هل يجوز له بيعه لا يجوز له بيعه وكذلك العارية لو أتلفها لشخص أو أتلفها المستعير بتعد أو تفريط فإنه يجب عليه قيمتها يجب عليه مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن لم تكن مثلية لكن هل يلزم من ذلك أنه يجوز له يجوز للمستعير أن يبيع العارية لا يلزم فكذلك الكلب لو فرضنا أنه يلزم ضمانه أو أنه يجب ضمانه فلا يلزم من ذلك أنه يجوز بيعه ثم ختم النسخة بمسألة نأخذها وننتهي إن شاء الله فقال خاتمة اعلم أن الناسخة قد ينسخ هذه المسألة تتعلق بنسخ الناسخ فيقول الناسخ قد ينسخ ونسخ الناسخ له حالان الحال الأولى أن يكون بغير الحكم الأول يعني بغير الحكم الذي قبل النسخ أن يكون بغير الحكم الأول وصورة ذلك أن يثبت الشارع حكما ثم ينسخه ثم ينسخ الناسخ فالصورة الأولى أن يكون الحكم الأخير ليس مثل الحكم الذي ثبت به النسخ الأول وقد ذكر هذا في قوله إما بغير الحكم الأول وإما بمثله يعني بمثل الحكم الأول وإضاح الصورة الثانية أن يثبت الشارع حكما كالإباحة ثم ينسخها بحكم كالتحريم ثم ينسخ الناسخ بالإباحة فالإباحة مثل الحكم الأول قبل النسخ ثم مثل للصورة الأولى ومثل للصورة الثانية مثل للصورة الأولى وهي إذا كان نسخ الناسخ بغير الحكم الأول يعني ليس مثل الحكم الأول الذي قبل النسخ فقال فقد نسخ صوم يوم عاشراء هذا مثل الصورة الأولى بالتخيير بين صوم رمضان والإطعام ثم نسخ ذلك التخيير بالتعين فصيام عاشراء كان واجبا في أول الأمر ثم نسخ ذلك بالتخيير بين الصيام والإطعام بين الصيام وعدمه ويقول المصنف بين الصيام والإطعام ثم نسخ الناسخ بتعين الاستحباب لما فرض الله سبحانه وتعالى صيام رمضان صار صيام العاشراء مستحبا فالحكم الأول ما هو الوجوب والحكم الثاني الناسخ التخيير والحكم الثالث الذي نسخ به الناسخ ما هو الاستحباب والاستحباب هل هو مثل الحكم الأول الذي هو الوجوب ليس مثله مثال الصورة الثانية قال وقد صح أن نكاح المتعة قد أباحه الله ثم حرمه ثم أباحه فالإباحة الناسخة للتحريم هنا مثل ماذا؟ مثل الحكم الأول ثم حرمه ثم أباحه ثم حرمه فاستقر فيه التحريم وهذا النسخ على هذا الوجه ذكره ابن حزم رحمه الله في كتاب الإحكام في وصول الإحكام يقول المصنف رحمه الله وهو ثقة في النقليات يعني ابن حزم ثقة في النقليات وما دم أنه كذلك فإنه يعتمد على نقله ومسألة نسخ نكاح المتعة متى كانت وقع فيها خلاف بين العلماء الزمان الذي استقر فيه تحريم نكاح المتعة فمنهم من قال كان يوم خيبر ومنهم من قال كان في فتح مكة ومنهم من قال في غزوة حنين ومنهم من قال في حجة الوداع واختار ابن القيم رحمه الله أنه كان في فتح مكة وأما حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر فيقول ابن القيم رحمه الله قوله يوم خيبر هذا راجع إلى لحوم الحمر الأهلية وليس راجعا إلى نكاح المتعة قال وقوله وهو ثقة في النقليات انظر إلى أدب المصنف رحمه الله فابن حزم كان أندلوسيا والمصنف رحمه الله كان علامة تلمسان جوهرة المغرب في زمانها وكان بين ابن حزم والمالكية مناظرات وجدل عظيم وحصل بينه وبين أبي الوليد الباجي مناظرات كثيرة ومع ذلك تأدب معه رحمه الله وأثنى عليه واعتمد على نقله وقال هو حجة في النقليات وهكذا المسلم ولا سيما طالب العلم يجب عليه إذا تكلم أن يعدل في قوله لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا وقد أمرنا الله عز وجل بالقسط في الأقوال وفي الأفعال وقال ويل للمطففين قال رحمه الله فهذا تمام الكلام في النسخ ثم انتقل للباب الرابع والأخير من ما يتعلق بالدليل النقلي فقال الباب الرابع في كون الأصل النقلي راجحا وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله وتعالى في المجلس القادم وقد كاد أن يكون هذا الكتاب في الدليل النقلي نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وللمصنف ولجميع المسلمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين